مرة تانية بصبع لكل سادة المشاهدين الصفحة الأولى عروض من نزلاء تورا وحسين سالم لرد الأموال مقابل التصالح ما قولنا من الأول؟ الأهرام استقالة منصور حسن من الاستشاري والوفد لن يدعم أي مرشح للرئاسة المصري اليوم الصفحة الأولى حد الحرابة في مجلس الشعب مشروع قانون سلفي لتطبيق الحد على المجاهرين بالقتل ونهب الأموال المصري اليوم الصفحة الأولى حالة خمس مسؤولين بأنصار السنة للمحاكمة في التمويل الأجنبي الأهرام الصفحة الأولى ظهيرة ابنة كفر الشيخ أم المثالية للمصريين تمت على طول والطرف الثالث يوشل عصفة سياسة في البرلمان هو ظهر أخيرا؟ يعني هو كان إلى حد كبير الطرف الثالث ده معروف شوية خلينا نقول سريعا إيه اللي حصل اللي حصل إن كان فيه عمال من شركة بيتروجيت كانوا معتصمين على رصيف مجلس الشعب وفجأة وجدوا شخص ما بينهم وعمال يسألهم على أسباب الاعتصام أنتم معتصمين ليه وإيه الحكاية وكده فهم استغربوا يعني ليه بيسأل الأسئلة دي فسألوا أنت طب أنت بتسأل ليه أنت منين قال لهم ده أنا معاكم في الشركة فطبعا يعني شكوا فيه المهم مسكوا وضربوا هرب منهم ومسكوا بعدين اتضح أنه هو ضابط في قطاع الأمن الوطني أمن الدولة سابقا وهو فيه بقى ثلاث رواية دي رواية الرواية التانية أن هو يعني كان بيعمل العمله وزير الداخلية قال نوه بيأمن وزارة الداخلية طبعا نحن عرفين وزارة الداخلية فين وعرفين مجلس الشعب فين فأنا الحقيقة مش عارف هو بيأمن وزارة الداخلية عن مجل الشعب ازاي انا مش عارف يعني الحقيقة ولكن رواية الوزير انه هو كان بيأمن وزارة الداخلية على رصيف مجل الشعب ما لا بنطلق رصاص حية برضو يعني هو كان بيأمن بصي هو بصي يعني اهو الوزارة هي ومجل الشعب اهو فهو كان بيأمن وزارة الداخلية لمجل الشعب فاتضح بعد كده انه كان بيقدي دور الراجل وانه الناس ضربوه فهو اضطر انه يروح يعمل محضر في اسمه قصر النيل في رواية كمان تالتة انه والله كان في مجموعة بقى من الزباط هم الزبط واحد ده مجموعة من الزباط وكانوا بيحردوا على المعتصمين على اقتحام مجلس الشعب اثناء الجلسة اللي كانت موجودة ومبارح طبعا نشوفنا الجلسة العاصفة في مجلس الشعب تم استدعاء وزير الداخلية فاجه فورا الى مجلس الشعب الحقيقة وابتدى يتكلم وكان هجوم شديد جدا على الوزير وعلى فكرة ان هذه الوزارة لم يتم هيكلتها حتى الان وان انت اخر مرة كنت موجود قدام مجلس الشعب تحدست عن اعادة هيكلها وعن اجراءات وان رفع روح المعنوية للزباط واحنا قلنا ان في مؤامرة ما بتتم ضدك انت شخصيا كوزيرة داخلية ومنحنا كنواب الامكانية علشان نقدر نساعدك ولكن يبدو ان هذا لم يتم احد اعضاء مجلس الشعب عن حزب الوفد قال والله ده انا سمعت واحد من الخمسة اللي هما الشهود في الوقعة دي كان بيهدد ان هو هيقتحم مجلس الشعب في كل الاحوال جابوا الخمسة شهود العيان في هذه الوقعة ووقعت القبض على الضابط وده يحدث لأول مرة في تاريخ مجلس الشعب ودخلوا القاعة في الجلسة العامة ومعهم الكرنيهات بتاعة الضابط اللي هما مسكوا وقيل لهم ان يدلوا باقوالهم الى لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس الشعب واقترح بعض النواب من ضمنهم النائب عصام سلطان انتداب او الاتصال بوزير العدل انتداب قادي تحقيق لتحقيق في الواقع بشكل مستقل حتى لا يتم طبخ الوقاع ده وفقا لمقاله النائب عصام سلطان وكانت الحقيقة جلسة سخينة جدا 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 وصدرت بقى اتهمات الحقيقة من حزب الحرية والعدالة دراء السياسية الجامعة الإخوان المسلمين ومن أحزاب أخرى مثل حزب النور السلفي اتهمات بأن قطاع الابن الوطني وأن هناك مجموعة من الضباط والرتب الكبيرة تحديدا هم من يسعون إلى إشعال الفوضى وإجهاد الثورة هذا هو ما جاء على لسان النواب ما مدى صحة ذلك إلى أي مدى هناك اختراق داخل الجهاز الأمني وإلى أي مدى هو مسؤول عما يحدث إما بالتقصير وإما بالتورط المباشر أعتقد ده هيكون حديث مستمر خلال هذا الأسبوع وأعتقد أن هذه الوقع لن تمر عايز أذكر السادة المشاهدين بأحداث مجلس الوزراء الشهيرة جدا واللي قالوا أن كان السبب فيها كان أن كورة داخلت جوة المجلس والكلام ده لكن قيل في وقتها رواية أخرى وهي أن أحد الضباط الذي كان مكلفا بعمل تحريات في وقعة سيدة الحبوشي لو نتذكر الوقع دي برضو كان بين الناس وقعدوا يتكلموا معاه وشكوا فيه فاتضح أنه كان من إحدى الجهات وأنه بيقوم بتحريات داخل المجموعات دي وحصلت اشتباكات بينهم وحصلت بقاكات اشتباكات بينهم وبين المكلفين بحماية المجلس طيب خالين هناك أنا أقول بس هل تم تشكيل لجنة لتقاصل حقائك ولا لا؟ لا يعني هو هجيبه هنتدبه قادي تحقيق علشان يحقق في الوقع طيب بنتمنى ان شاء الله يعني يظهر يعني نتيجة بإذن الله وجريت المصر يوم الصفحة الأولى تصعد أزمة التوكيلات شباب الإخوان لابو الفتوح عمر سليمان يناور كان فيه موقف وضح جدا من جماعة الإخوان المسلمين بأن لن ندعم الدكتور عبد المنعم وابو الفتوح وقالوا كمان أن أي حد هيدعم الدكتور عبد المنعم وفتوح هو خارج عن إجماع الجماعة وبالتالي سوف يتم التعامل معه بالفصل بس خليني علي ما أتذكر أن التكلم ده كان في بداية صورة خالص انهما لنه دعم مرشح خالص من الإخوان لا هما كمان تحديدا على الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح أن إحنا مش هندعمه خالص وأنه أي حد هيدعمه وحتى تم فصل وتحقيق مع بعض الشباب اللي هم كانوا في حملة دعم دكتور عبدالمنى أبو فتوح بس طب صحح لي معلومة هل فعلا شباب الإخوان بيدعموا دكتور عبدالمنى أبو فتوح يبدو أن في قطاع من الشباب بيدعم دكتور عبدالمنى أبو فتوح ولكن وفقا لتصريحات محمد أماد الدين النائب عن حزب الحرية والعدالة أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات معهم خصوصا أن بعض الشباب بفعل أقدم على تقديم التوكيلات من ناحية تانية عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق يعني التقى بعض من الشباب أو الناس الموجودين في حملة دعمه في منزله وقال لهم يعني أنه هو مش عاجب الوضع الأمني والوضع اللي بيحصل في برابة التضاهر والوضع الاقتصادي ولكن هو لسه لم يحسن مسألة ترشوحه عايزين بس نذكر أن برضو حملة دعم لوقع عمر سليمان كانت بتتكلم أن احنا هنضغط عليه بمظاهرات وأن احنا عايزين نحثه على ومليونيات لأنه يترشح وكده في كل الأحوال يعني أنا حابة بس أن هنربط ده بالخبر اللي هو بتاع استقالة منصور حسن من الاستشاري والوفد ده لن يدعم أي مرشح للرئاسة منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري طبعا قيل أنه تقدم بالترشيح وفي نفس الوقت كان رشح نائب لي اللواء سامح سيف اليزل وأعلم بعد كده أنه خرج من هذا الترشيح وهناك ما يثار حول دعم جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري لمنصور حسن هو استقال بالفعل من المجلس الاستشاري وقال أنه ما عندهش أي أزمة في موضوع التوكيلات من ناحية تانية حزب الوفد قال أنه لن يدعم أي مرشح حتى الآن لأن طبعا الحزب الوفد حصل تغير في الموقف وهو كان قال أنه سيد عمرو موسى أمين عام جامع الدول العربية السابق وبعد كده قال يعني أول ما أعلن عن ترشيح منصور حسن أعلن أنه سوف يدعم منصور حسن في الرئاسة بالأضافة لكده في الحقيقة توتر شديد جدا في حزب مصر القومي لأن أحد أعضاء هذا الحزب وهو أحمد الصعيدي تقدم أوراق ترشحه في الوقت الحزب عايز يرشح في مرتضى منصور أو حتى الإعلامي توفيق عكاشر أنهما يترشحه فحصلت أزمة كبيرة جدا في هذا الحزب في كل الأحوال ودي نقطة مهمة جدا ولازم تبقى معروفة للجميع وتناقش ولازم تؤخذ بمحمل الجد ألا وهو فكرة اختراق الصمت الانتخابي أو عدم القيام بأي دعاية ووفقا لتصريحات المستشار حاتم بجاته في لجنة الانتخابات الرئيسية قال أن هذا الصمت يبدأ من تقديم أوراق الترشح وحتى 30 إبريل وقال حتى أن ده في اللقاءات التلفزيونية وحتى في الأخبار الصحفية اللي منشورة عن المرشحين أعتقد ده محتاج توضيحات أكتر ومحتاج تحديد أكتر في الفترة اللي جاية علشان حتى الإعلامين يعرفوا هما بيشتغلوا إي حدودهم هما شغالين وعشان ما يبقاش متورطين مثلا في دعم شخص أو الوقوف ضد آخر من جارية المصر اليوم صفحة الأولى وصفقة بقاء حكومة الجنزوري إقالة وزيرين تردية للإخوان يمكن المكالمة اللي يمكن كان الصفقة لها مصر اليوم المكالمة اللي تمت من بين المشير حسن تنطوي ومن بين يعني دكتور كامير الجنزوري ودكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الأشعب نحن من حوالي خمس أسابيع صدرت تصريحات على لسان المهندس خيرة الشاطر نائب مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين وقال فيها أن الجماعة مستعدة لتشكيل حكومة اتلافية وأخذت في وضع ترشيحات من داخل جماعة الإخوان المسلمين ومن خارجها وفي هذا الوقت قيل أن ذلك بلون اختبار لا أكثر ولا أقل لأن الإعلان الدستوري لا يسمح لأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة النقطة التانية أن ربما تحت ضغط قوى سياسية يا جماعة تصدروا أنتم مشهد اتفضلوا احنا غير راضيين عن أداء حكومة الجنزوري انتم اعملوا الحكومة الإتلافية من جماعة الإخوان المسلمين أو من حزب الأغلبية ربما قيل أن الجماعة تورطت أو أن حزب حلوة عدلت تورطة نتيجة هذا الضغط ثم تسرع في إصدار مثل هذه التصريحات ولكن الحقيقة الفترة الأخيرة احنا شايفين جهود حثيثة جدا من جماعة الإخوان المسلمين متمثلة في حزب الحرية والعدالة لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري ورفض بيان الحكومة خصوصا بعد وقت صفر المنتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي والحقيقة ده غريب لأن جون مكين لما تكلم قال والله أن الكلام ده تم بتسهيلات أو بتدخل من جماعة الإخوان المسلمين فإزاي الجماعة تدخلت للناس تسافر وبعد كده بتسحب الثقة من حكومة الجنزوري بنفس السبب أنه هو يعني يعني إزاي الناس دي سفرت في كل الأحوال في أداء متدني ومتراجع لحكومة دكتور كمال الجنزوري في أكثر من ملف وده شيء معروف وده أكثر من مرة ولكن برضو في نفس الوقت المجلس العسكري قال قبل ذلك أنه مستمر حتى تسليم السلطة لإدارة مدنية المتخبة يعني فيه جدل كبير في هذا الموضوع وأعتقد في النهاية خالص أن حيتم التوافق برضو مصطلح التوافق ده بقى منتشر جدا اللي من دول وأن هناك لقاءات سوف تعقد ما بين المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري من ناحية وحزب الحرية والعدالة من ناحية أخرى على أساس يتم ترضية الحزب ويتم عمل تغيير محدود مع استمرار الحكومة ما عليش اسمحني بس أنا فكرة تردية دي عايز أحط تحتها سبعين خط يعني فكرة يعني إقالت وزير تردية للإخوان يعني يعني ممكن تقولي تردية للشعب ممكن تقولي تمحاط الشعب المصري لكن تقولي تردية للإخوان الوزيرين يعني اللي هم المفروض أن هم يعني عليهم العين يعني وزيرة التأمينات دكتورة نجوة خليل والمستشار عادل عبد الحميد وزير العادل فكرة تردية الإخوان الإخوان أو حزب الحرية والعدل بيتصدر الآن المشهد السياسي عندما نتحدث عن الحكومة الإتلافية نجدهم يتحدثون عندما نتحدث عن الرئيس التوافقي نجدهم موجودين حزب الأغلبية أوكي تمام وعندما نتحدث بعد كده عن اللجنة التأسية للدستور نجدهم يتحدثون وكانهم يستحوزون تماما على المشهد السياسي في مصر ولكن أنا شايف ده الحقيقة إقصاء شديد جدا إلى باقي التأرات السياسية اللي موجودة وأعتقد أن القائمين على إدارة شؤون البلد يجب أن يوعوا لهذه النقطة جيدا حتى لندخل في حديث مؤامات وحديث مصالح بعيدا عن المصلحة العلية بتهلي صورة 25 ما قمتش عشان يبقى فيه حزب أغلبية ما إحنا مش عايزين نجيب حزب وطني جديد بالزبط ده الفكرة ده الشيء اللي كلنا بنتكلم فيه الحقيقة ولكن على أرض الواقع يبدو أن الاتجاهات ماشي في غيرتك هذا صحيح للأسف يعني خليني نلوح لجريدة الأخبار الصفحة الأولى عروض من نزلاء تورا وحسين سالم لرد الأموال مقابل التصالح مرة أخرى بيعود هذا الأمر من جديد كان قيل الكلام ده في بداية الثورة طب يا جماعة طب ما إحنا ناخد الفلوس ونتصالح بقى مع الناس وكده وخرجت علينا أقلام كثيرة جدا تتحدث عن تجربة جارب أفريقيا في أن إحنا لازم نتسامح ونتصالح وحاجات بالشكلة إلا أن الحقيقة أنا شخصيا أعتبر أن هذا الأمر هو مجرد بالون اختبار جديد من بالونات الاختبار الكثيرة اللي بتطلع من الوقت للتاني للتغطية على أمور أخرى تجري على أرض هذا الوطن يعني يقال أن أحمد عز وأحمد المغربي وغيرهم من الناس المحبوسين على ذم قضايا ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بيعرضوا التصالح أن هما يدفعوا الأموال اللي كانت مهربة في مقابل أن هما يتم التنازل عن القضايا اللي موجودة ضدهم في نفس الوقت في أموال قشف عنها أنها موجودة في الإمارات وفي دولة أخرى وقيل أن احنا بنسعى أن احنا نسترد هذه الأموال وفي لقاءات مكثفة بتوقض في هذا الأمر وقال كمان المسؤولين أن احنا ده هيخذ وقت طويل جدا لأن الإجراءات في الدول دي بتاخد وقت وإجراءات روتينية كثيرة جدا في كل الأحوال لا يمكن الحديث عن تصالح إلا بالعودة إلى الشعب والشعب الآن ممثل في مجلس شعب يجب أن يتم طرح هذا الأمر على مجلس الشعب اللي البت فيه دون ذلك أعتقد أنه هو إهضار لحق هذا الشعب وإهضار لحقوق عشرات بل مئات الشهداء الذين دفعوا دماؤهم ثمنا للحرية ودعم هذه الثورة من البيض في نفس الوقت يعني متهالي الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب المصر اللي هي مفروض انتخبتهم على الأساس أنه طموحات وإن فيه طلبات وش عارف أقول إيه بصرف أنا بس إنه متخوف من حاجة الحقيقة دينة إن قبل كده كان صدر التصريحات على لسان بعض القيادات في جامعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بنفس المنطق يعني أعتقد كان الدكتور محمود غزلان كان هو اللي قال الكلام ده وقال طب ما إحنا خلاص يعني نتسامح بقى ونتصالح وندفع عن دي وندفع عن دي فأنا أخشى بس إن في ظل تحكم الإخوان المسلمين في مجلس الشعب أخشى إن يتم تمرير هذا الأمر خلينا خبر أخيراً في المصر اليوم الصفحة الأولى طيب يعني سريعاً جداً في موضوع حالة خمس مسؤولين بأنصار السنة المحاكمة في التمويل الأجنبي إحنا هنا ياما تكلمنا عن القصة دي وإن هذه الجامعية بتتلقى ما يقرب من 296 مليون جنيه من قطر ومن الكويت ولا يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها وده كان واضح في تقرير لجنة تقاصية الحضارات عن التمويل الأجنبي فيبدو أنه أخيراً تم التحرك وسيتم إحالة خمسة من المسؤولين بأنصار السنة المحاكمة حد الحرابة في مجلس الشعب مشروع قانون سلفي لتضيط الحد على المجاهرين بالقتل نهب الأموال حانا قرأ سريعاً لأن الحقيقة يعني في حاجات لطيفة جداً طبعاً ده اختراح مقدمه النائب السلفي عادل العزازي في لجنة الاقتحاد والشكاة ومجلس الشعب عن حد الحرابة وبيقول فيه أن يطبق الحد وفقاً للمشروع على جرائم المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي جناية تعتمد على القوة بإشار السلاح أو نزع الممتلكات في مكان بعيد عن إمكانية الإغاثة سواء كان درج داخل العمران أو خارجه وسواء كان الجاني فرداً أو مجموعة وكذلك الذين يفسدون الممتلكات العامة خلي بالنفس النقطة دي في هذا الحال يعني لو حد مثلاً راح علشان يتظهر قدامه انشاء في الظل اللي احنا بنشوفه ده فممكن يعني يبقى هو ده اللي يطبق عليه الحد الحرابة يعني وإحنا مشاهفين ما هو تفسيره والناس تتكلم فيه ازاي وإيه هي حدوده وإيه هي تفسيراته ده من ضمن الحاجات المططة جداً العقوبات بقى اللي في المشروع أيه بقى؟ الاعدام قتلاً إذا كانت الجريمة هي القتل قطع الأيدي والأرجل من خلاف إذا كانت الجريمة متعلقة بالاستيلاء على المال أو الممتلكات وإذا اقترنت بالقتل تكون العقوبة هي القتل أو الصلب حسب ما يرى القاضي الصلب؟ أيواء أما إذا كانت مجرد إلقاء الرعب على الأمينين فيتم حبس الجاني حتى يتوب يتوب فإحنا أمام هذا المشروع والنائب الإخواني دكتور جمال حشمة يعني أشاد الحقيقة بمشروع القانون ولكن المستشار هيثم البقلي مندوب وزارة العدل أنتقد عدم دقة هذا المشروع وعدم دقة صياغته وسوف يتم إعادته مرة أخرى للنائب لإعادة صياغته بشكل أو فقط يعني سبحان الله المظاهرات وصورة 25 يناير لدت حرية للناس كلها دلوقتي إحنا بنعمل قانون عشان الاعتصامات وعشان محمد أرجوك أنا الثورة لن تبدأ بعد لا السورة مستمرة خلينا بشكر المتميز محمد طرعت الهواري صاحب جريتة المصر يوم معلش أن الأخبار النهاردة بس كان فيها حاجات أنا بالنسبة لي يعني حس أن أنا في فيلم فخلينا ننتقل لفاصل ونكمل معاكم بقى فكرات نهاري سعيد صباح الفل ترجمة نانسي قنقر